جيد تلك النسبة الممنوحة للتصريحات المتبادلة بين الحوثيين والرياض وغدا ستصبح النسبة ممتاز ويعم الوفاق حينها سيكون على كثير من اليمنيين المعولين على السعودية عض أصابع النادم وربما اللطم على الخد لكن ألم يكن الحوثي هو من دفع اليمنيين للتعويل على السعودية وأخواتها ألم يكن الانقلاب على الشرعية والانتقال السياسي هو تدشين لحرب أنهكت اليمن وأحالت سكانه إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم في المقابل أيضا يتسأل البعض متى كانت السعودية مخلصة نواياها مع اليمن؟ متى كانت المملكة مع يمن قوي آمن ومستقر؟ ألم تكن القاعدة النظمة للعلاقة بين البلدين؟ هي ذات القول المأثور والمتوارث بأن شقاء اليمن وتعاسته هي سر سعادة الجارة أو الشقيقة الكبرى؟ أم أن نخب السياسة اليمنية خدعوا بما تبديه السعودية من عزم على محاربة إيران وأذرعها في المنطقة؟ لكن كيف تناس أولئك بأن المملكة ما ربحت معركة قط ودوما ما كانت تلف حبل الهزيمة حول عنقها أو أعناق الحلفاء؟ تماما كما هو حال الشرعية اليمنية وهي تتجرع مرارة الخذلان في متاهة الرياض وبصمت خمس سنوات هي عمر الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن كان الهدف المعلن إعادة الشرعية وكانت النتيجة تقليص نفوذ الشرعية في المناطق المحررة وتمزيق الجغرافية وتدمير كل ما شيده اليمنيون خلال عقود مضت ولا يستبعد الآن أن تنتهي مأساة اليمنين باتفاق إيراني سعودي تمنح بموجبه ميليشيا الحوثي شرعية السلطة على مناطق سيطرتها بينما تحاصص البقية بين السعودية والإمارات أما الشرعية ستكتفي ببقائها طاولة للاعب حجر النرد وهم يربحون حينا ويخسرون حينا ترجمة نانسي قنقر